شدد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي على أن هناك إصرار على تنفيذ اتفاق سنجر من خلال منع المظاهر المسلحة وجعل إدارتها بيد الحكومة المركزية وقال في معرض إجابته على سيرة ضمن برنامج حوار مفتوح الذي يبث على قناة صلاح الدين إن الأسرة التي تمت إعادتها من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة مدققة أمنيا وليس لها علاقة بدعش الإرهابية توجيه القائد العام بأنه يجب أن يطبق اتفاق سنجار ونحن كقوات أمنية التزمنا بتوجيه القائد العام وطبقنا اتفاق سنجار طبقناه من ناحيتين الناحية الأولى أنه لا مظاهر مسلحة داخل قضاء سنجار الناحية الثانية فقط الجيش العراقي اللي يمسك قضاء سنجار والشرطة المحلية وهذا ما قمنا به إحنا كقوات أمنية طبقنا القاعدة الأمنية اللي هي وضعنا الأمور الأمنية كلها في يد الجيش العراقي والحكومة المركزية هذا من جانب لكن هناك أكو نقطة هناك تلك في بعض الوزارات مثلا الخدمات والحقيقة الكهرباء الماء الدوائر الخدمية الأخرى التابعة هذه ممكن أن الحقيقة يتدمر من عدها المواطن إما من خلال الحصة التموينية أو وأكد القاعدة العام للقوات المسلحة أكد بضرورة أن يتم تفعيل وفعلة كثير من المكاتب قضاء سنجار يجب أن ينجح الاتفاق ولا رجعت في هذا الموضوع بعض المناطق حثت بها معارك الأهالي في تلك المناطق رحلوا يعني قسم إجا البغداد قسم راح للحلة قسم راح إلى سوريا وقسم آخر راح إلى تركيا عندنا وقسم وصل إلى البصرة وقسم راح إلى أربيل أربيل مو كلهمية ودهوكس فهذا وصل إلى سوريا عوائل سليمة لا يوجد لديها تاريخ داعشي ولا إرهابي وأيضا أبنائها هم ناس سليمين هل نتركهم هؤلاء وهم طلبوا أن يأتوا إلى العراق أن نتركهم وهم مواطنيون عراقيون ونقول لهم اذهبوا وهما ما عندهم يعني ما إذيهم ما ملطقة بالدماء هذا جانب الجانب الآخر نحن عندنا وكالات أمنية دققت دققت هذه الأربعة وتسعين عائلة وجدت أنه هاي عوائل سليمة تحتاج إلى إعادة تأهيل ما ممكن أن نتركهم لأنه ما عندهم أي شيء وجبناهم وخليناهم في مخيم الجدعة من أجل إعادة تأهيلهم وتهيئتهم وزجهم بالمجتمع كمواطنين